يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام لأربعين يوما فإنه يبتب له براءة من النار والنفاق أن من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما فإنه يبتب له براءتان براءة من النار ومن النفاق فهل يشمل في هذا الصلاة المصلى عند مكان العمل أم هو خاص في الصلاة في المسجد الصلاة مع الجماعة مراد الصلاة مع الجماعة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أما إذا صلى وحده هذا ما تفوت تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام بالنسبة له إذا كبر لكن التكبير مع الإمام هو اللي يفوت إذا تأخر نعم سواء صلوا جماعة في المسجد أو صلوا في مكان عملهم فتكبيرة الإحرام هي تكبيرة الإمام